14.780 حالة انتهاك انتهاكات بالجملة تحدث في الجوف المحافظة المنسية على الخارطة الوطنية حيث لا نشاط فاعلا لمنظمات المجتمع المدني هذه الانتهاكات لم تتوقف منذ خمس سنوات من الحرب وعنوانها المدنيون في ظل صمت المنظمات الدولية من هذه الجرائم زراعة الألغام واحدة من المآسي التي تكاد أن تكون القاتل الأولى على امتداد مناطق تواجد مجيش الحوتي التي تفردت بهذه الجريمة إحصائية جديدة سجلها مكتب حقوق الإنسان في الجوف أعلن عنها خلال مؤتمر صحفي صلت الضوء فيها على حجم المعاناة التي يعيشها أبناء المحافظة بفعل ما زرعتهم ليش الحوتي في مناطق واسعة مدير المكتب عبدالهادي العصار قال إن الفرق رصدت أكثر من 14 ألف حالة انتهاك منها 190 حالة قتل وأكثر من 300 حالة إصابة وتشوى ونزوح أكثر من 14 ألف شخص من أبناء المناطق التي زرعتها مليش الحوتي بالألغام مديريات خبو الشعف وبارط العنان والحزم وغيرها مزروعة بآلاف الألغام رغم نزع الفرق الهندسية أكثر من 15 ألف لغم بالتعاون مع مراكز متخصصة أصبحت محافظة الجوف واحدة من المحافظات التي تعيش مأساة الحرب بكل تفاصيلها انتهاكات يومية لم تلقى اهتماما حكوميا أو اهتماما من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر